يا ميزان في عندك هروب من شيء. شيء انت خايف منه. حاجة متوقعة مسلا متوقعة انها بتحصل وبتهرب منها. عملت حاجة غلط وخايف حد يقنبك. في حالة هروب. واللي هو لو تواجهت حتواجه بعنف شوية. فبتفضل الهروب لانك مش عايز تواجه لان لو تواجهت حتكون موجهتك عنف شوية. انا بنصحك او التابو بينصحك واجه ما تهربش بس واجه بدبلوماسية. حاول تحل الامور بهدوء بالراحة وبإذن الله كل شيء هيتحض. زي ما قلنا الميزان وهو معتدل وعنده اتزان في كل حاجة مشاعره متزنة. والمزاج يعتبر معتدل ما فيهوش تقلبات كتير المزاج ان شاء الله معتدل. وكمان الكارت ده بيدول يا ميزان انت لو في علاقة فالعلاقة كمان متزنة. يعني ما فيهاش مفيش مثلا عطاء بالزيادة مفيش او مثلا بعد او اسوأ بزيادة كل شيء متزن. في ميزان في شخص بيحبك انا ما عرفش يعني كل واحد على حسب حالته شريكك اللي معاك بيحبك جدا وعايز يقدم لك حاجات كتير. يعني نفسه يقدم لك كمان اقدر من هو بيقدمه لك. اللي لسه مش في علاقة فدي علاقة جديدة فيه شخص هيقرب منك وحيعرض عليك عرض ويعني هيقدم لك شيء. بكلت الحالات حاجة حلوة جدا جدا جدا. الحالة المادية يا ميزان فيها تحسن ان شاء الله تحسن كويس قوي. العيلة كلها هتكون ملمومة حواليك وبتهنيك على الخير الحمد لله اللي جالك ده والتطور المادي اللي انت في ده. بسم الله ومشاء الله ربنا يزيد ويبارك. الايام دي انت صاحب سلطة وقرار يا ميزان مسيطر على الوضع بتاخد قرارات شديدة قرارات مهمة وقرارات مصيرية. ننتبه للموضوع ده لو قرار مصيري نخلي بالنا لان في حد برضو جنبك هنا يمكن بينصحك نصايح مش دقيقة مش كويسة للوضع اللي انت فيه دلوقتي. خلي بالك من النصايح اللي بتتقالك ركز فيها ودورها تاني في دماغك قبل ما تقوم باي خطوة. بالذات انك انت دلوقتي بتاخد قرارات مصيرية زي ما احنا بنقول. في خوف ما فيش شك. في حاجة مخوفاك. في حاجة قلقاك. النوم عندك مقترب شوية. الآن فيه قلقا. فيه هنا كمان. بسم الله ما شاء الله يا جماعة احنا وصلنا 3K. انا مش نصدق ازاي ويشوكوا حلوة عليها كده. ايه الجمال ده 3K؟ الحمد لله يا رب. الكارت ده بينم عن الخير. فيه خير جايلك جاي في اتجاهك انت. وجايلك بسرعة شديدة. الخير ده يا ميزان ممكن تكون عملته في حد ودلوقتي بيرجعلك. الخير ده ممكن يكون حاجة انت كنت منتظرها من فترة. عملت مجهود جامد فيها. بازلت فيها مجهود شديد. وما اخدتش المرضود بتاعها في وقتها دلوقتي هتاخده. ان شاء الله جايلك المرضود ده قريب جدا. المطلوب منك. بتقولك لازم تقرب من ربنا. الفترة دي. تتعبد كتير. وتتكلم مع ربنا. فيه اسرار كمان عندك يا ميزان. واضح ان فيه اسرار خلي بالك لا تتفشي. فيه كمان الكارت ده بيدل على ان السر بيتفضح. لما انت هتعرف سر عن حد قريب منك او سر ليك انت هيتعرف. خلي بالنا الموضوع ده مهم جدا. ده مجهشان. الساحر. الساحر ده نهاية وبداية. يعني فيه شيء بينتهي مرحلة بينتهي وبتلحق بيها مرحلة جديدة على طول. مرحلة دي انت اكثر خبرة فيها. الساحر ده معاه ادوات كتير جدا زي ما بنقول. معاه العصى ومعاه الكوباية والكوين. معاه كل الاربع ادوات المهمين في حياتنا. ففرصك كتير يا ميزان. هتعرف تستغل لها كويس. لان عندك الزكاء وعندك الادوات انك انت ازاي تعرف تستغل الفرص دي لمصلحتك انت. وده افتكر ده اللي هيسبب التطور في الحالة المادية دي. نركز ونصحصح ونشوف الفرص ما نعديهاش ونعرف نستغل لها كويس. نلخص القراءة. محبوب من حبيبك يا برج الميزان. حبيبك بيحبك بجد حقيقي. ونفسه يدي لك حالات كتير جدا. الناس اللي مش مرتبطين في علاقة في شخصة حيتقدم وحيكلم وحيبوح بالحب بتاعه. في هروب من حاجة يا ميزان لو بتهرب من حاجة واجهها واجهها بصورة بطريقة منطقية وبهدوء من غير عنف. حتى لو كنت غلطان فيش مشكلة. مباليش اسلوب قلب الترابيزة اللي هو علشان يعني يخدوهم بالصوت ده. لا. لو غلطان اعترف بغلطة. واللي قدامك اكيد هيغفر وحيعدي الموضوع عادي جدا. حزمة القرارات اللي بتتاخد دي نخلي بالنا اللي بينصحنا جنبنا ده شايفين هزا الكائن ده بينصحنا صيح مش كويسة. ما بنقولش ان ننحيه. لا خليه موجود. بس اي حاجة يقولها لك عيد التفكير والنظر فيها. ادي القراية الاولى الحمد لله حلوة جدا يا ميزان ما شاء الله. مش باين عندي سفر. مش باين عندي اي حاجة من الحاجات دي بشكرك يا هالة. انما اللي يهمني الحالة المادية الحمد لله انها متطورة وزي ما قلنا ما ننساش نقرب من ربنا اكتر الفترة دي. حتى على سبيل الشكر على الحالة المادية اللي بتتطور دي الحمد لله. ربنا يا زادكم ان شاء الله. وشو حلوة على الناس والله فعلا يا نونة وشو احلى مرة اعلى ارقام شفتها في حياتي. يعني مش عارف اقول لكم ايه. الميزان انا مموت فيكم. انا كل يوم هو الميزان. كل يوم. ياسر هالله حبيبي. لأه دا النهاردة الليزم سنقول قراء. هنقول قراءتين مجانية مش واحدة. اثنين. والأساني اللي هيخطروهم. ولقوا احمد هما اللي هيبعتوني لأساني. يا روشا I love you more حياتي تسلميلي انتي تمام هقول الحوت طبعا يا محمد الحوت هيتقال ان شاء الله قريب جدا جدا الناس اللي انضموا لينا جدال الصفحة منورني اهلا اهلا بيكم بليز اعملوا فالو وشير قصدي فالو ولايك للصفحة علشان ما يفوتكوش الفيديو اللي جاي الحوت هيتقال anytime now يعني ممكن خلال الاسبوع اللي جاي ده بليز علشان ما يفوتكوش الفيديو اه اعملوا فالو للصفحة انتي زي كده والله يقولوني الحمد لله يا رامز الحمد لله كويس جدا اه يعني بيحبوا فعلا منا منا ارتاح يا منا رياحي شوية رياحي منا شوية ما يعني احنا ما اختلفناش على كده ما هو بيحب فعلا هنهزر جميل او ينزيل واشا جيد يا ربي يخليكي يا سمام سهام تسلنيلي حبيبتي يا فعلا عشان غلط رجل ايوا 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 يواجه ويبطل هروب طيب تعالوا نشوف الحالة العاطفية بقى للميزان اخبارها ايه لا 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 انا مش مصدقة احنا قربنا على 4K انا مش مصدقة لا 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 انا عايز اوصل 4K مانيش دعوة مانيش دعوة انا عايز اوصل 4K يلا يلا شير 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 كمان بس مش كتير قوي عشان محاش حصلوا بقى خلص 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 خلينا كده خلينا كده الحمد لله حلوة قوي 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 طيب الحالة العاطفية المرحلة الاولى من برج الميزان نقول بسم الله الرحمن الرحيم اسمعي انتي بالذات ها تعالوا بقى نشوف الموضوع الميزان عايز ايه الميزان متكتف يا جماعة بصوا عامل ازاي متكتف مش عارف ياخد حركة ولا خطوة ليه بقى خايف السماء مغيمة مش شايف قدامه هو مش شايف قدامه الخطوة اللي جاية دي هل هتبقى صح هل هتكون غلط فهو قرر انه هو يقعد مكانه ما ياخدش اي خطوة قالك مش هتحرك بس هو متدايق من الوضع اللي هو في ده نفسه الحالة دي يخرج منها فور كي الله اكبر والله ما صلي على كامل النور انا مش صدق نفسي يا جماعة لا لحنا لازم نحتفل لازم نحتفل بجد شكرا بجد شكرا بحبوكوا قوي بجد هنا بقى في مشاكل بالهبل بالهبل عنده مشاكل حتى مش قادر يشيلها مش قادر يرفعها حتى من على الارض فوق حتى مستوى تحمله فوق ما هو يتحمل نبسته برضه في مساعده عايز مساعده من الشريك واخد بالك كوينوفوانز ده الميزان شايف شريكه كده كوينوفوانز دي كوينوفوانز ده شخص قوي شخص عائل شخص بيتحمل مسؤولية شخص جدعة بيشوفوا شخص جدعة من الاخر وعنده عطاء بصوا ماسك وردة يعني عنده الاتنين ماسك عنده الحكتين عنده الحنان والحب وعنده القوة الاتنين مع بعض ففيش احلى من كده شايفت بالصورة حلوة جدا يا ميزان قصدي انت يا ميزان شايف شريكه بالصورة دي الطاقة ما بين الميزان وشريكه هدف فيه هدف هو انتو بتسعوا ليه انتو الاتنان وعايز ومش هترتاحوا كل ما توصلوا له الناس دي لو هم متجوزين فالهدف ممكن يكون انتو اعلم بيه المهم ان انتو الاتنين على نفس الصفحة انت وشريكك يا ميزان على نفس الصفحة هدفكم واحد شريكك بقى يا ميزان حاسس بخسارة حاسس بتقل على كتافه وحاسس انه هو مهزوم وخسر خسر شيء كبير جدا نفسه 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 في حالة مادية احسن ممكن يكون دي حاجة كمان من الحاجات اللي مقثرة عليه انه نفسه حالتو المادية تكون احسن وشايفك ازاي شايفك اساس قوي جدا اساس ممتاز بس محتاج شرم فيه حاجات موقفة الموضوع فيه حاجات لازم تشتغل عليها انتو الاتنين مع بعض في شيء هيحصل الفترة دي دي حالة انتصار العلاقة دي هيحصل فيها حاجة. يعني مش عارف اقول